السلام عليكم شباب معكم صوفيست في فيديو جديد أتمنى تكونوا بألف صحة وعافية إن شاء الله اليوم جئنا لكم بمقطع عن التسريبات الجديدة للعبة بونتي راش التسريبات التي تخص لوفي في طور الجير فايف أو الجوي بوي هذه الشخصية التي أطارت ضجة في الأنمي وحان دورها لتتير الضجة في لعبة بونتي راش مطوروا اللعبة أكدوا على هذه التسريبات وأن هذا الشخصي القادم الإكستريم القادم في لعبة بونتي راش سيكون لوفي في المحرك الخامس أو الجوي بوي شباب في هذا المقطع سنرى بعض التسريبات التي يروج لها الفانز الخاص ببونتي راش وسنرى هل هي حقيقية أم لا سنرى بعض هذه التسريبات وشارك معكم هذه التسريبات ونناقش بعض الأمور التي تخص هذا الطور وهذه الشخصية الجديدة التي ستكون ضمن قائمة الشخصيات الرائعة في لعبة بونتي راش قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك وتفعيل زر الجرس جرسكم يا شباب أو اشتراككم مفيد جدا للقناة لأنكم ستتوصلون بأي جديد عن لعبة بونتي راش أو ألعاب الوان بيس بشكل خاص المهم يا شباب أترككم مع المقطع ويلا نبدأ ومعنا أول تسريب يا شباب وهي هذه الصورة التي سربت هي يعني إعلان عن جير 5 مونكي دي لوفي والظهر من هذا أن هذه شخصية إكستريم وتانيا أن الأطوار التلاتة المعروفة في لعبة بونتي راش وهو المهاجم والرانر والمدافع لو في يستطيع تغيير هذه الأطوار أي معنى أنه ممكن يكون مدافع ممكن يكون رانر وممكن يكون مهاجم يعني اشتحب أنت اعمل اللي بدك يعني لوفي سيكون يخرب الدنيا يعني لا محالة قبل أن نمر إلى التسريب الثاني وهو فيه بعض يعني هو عبارة عن جيم بلاي لمطوري اللعبة وهم يستعرضون السكلات الخاصة باللوفي والقدرات والأتاكر يعني المهارات الجديدة التي تتعلق بشخصية لوفي الجديدة المهم يا شباب قبل أن نمر إلى التسريب قبل أن نمر إلى التسريب التالي أريد أن أود أقول بعض الكلمات التي تخص هذا التحول الجديد الذي هو فيه لوفي حاليا الجير فايف بعض التعليقات تقول بعد ظهور الجير فايف في الأنمي تقول على أن هذا التحول هو أفشل تحول في تاريخ الأنمي لماذا؟ لأن لوفي صار زي أفلام الأطفال أو رسوم المتحركة التي تتعلق بالأطفال وصار زي طوم جيري وإلى آخره من الألفاظ العجيبة صراحة هذا القول لا ينطق به فان وانبيس لأنه لماذا؟ باختصار وانبيس منذ البداية يا شباب لوفي هو غبي وهكذا وهذه هي شخصية لوفي المعتادة هزلي مضحك غبي يعني قائد مجنون ومتحور هذا هو الذي يختلف به لوفي أنه مجنون ومتحور وغبي منذ البداية هذا الكلام يا شباب لا ينطق به من شاهد وانبيس منذ البداية منذ ظهوره الأول وهو يتصرف بحماقات وبغباء وإلى آخره وسأعرض لكم بعض اللقطات التي فيها لوفي يعرض بعض الصخرية والحماقة والغباء لا مثيل لها صراحة وهذا هو الجانب الذي أحبه في لوفي أنه يعني عفوي وجميل وأحمق وغبي يعني مطهور لا يمكن أن تحبسه المهم يا شباب هذا الكلام يتعلق بفاكهاته أيضا أنها أكثر فاكهة هزلية وهذا ليس من قولي بل من قول الجوروسي في الأنمي أقد ذكروها على أنها فاكهة المطاط هي أكثر فاكهة هزلية في العالم زائد أن شخصية لوفي هكذا من الأساس لنمر الآن إلى التسريبات التالية ونغرق هذا الباب لهذا رأيي شخصي أريد أن أطرحه معكم يا شباب نمر إلى التسريب التالي أطرح معكم يا شباب أطرح معكم بغبي التسريب الثاني يا شباب هو عبارة عن استعراض هجمات لوفي في الجير 5 أو الاكستريم الجديد الهجمات الخاصة بلوفي الهجمة الأولى التي لاحظناها وهي لوفي يمسك البرق كما في الحلقة الأخيرة من أنيمي وان بيس يمسك البرق وهذه الضربة أو هذه الهجمة لها مدى بعيد وتكهرب العدو المهارة الثانية يا شباب وهو الهجمة الثانية لدى لوفي وهي اليد العملاقة التي يرسلها من السماء والتي لم تظهر حاليا في الحلقات لكنها ظهرت في المانغا اليد العملاقة الضخمة المغطاة بهاكي الملكي أو هاكي التسلح هذه الضربة يا شباب رائعة جدا وقد ظهرت في مهارة لوفي المهم يا شباب والمهارة أو الهجمة الأخيرة وهي أن لوفي يصير عملاق كبير ويدرب برجله هذه المهارة يا شباب رائعة ولها أيضا مدى متوسط هذه المهارات التي رأيناها يا شباب كلها رائعة جدا والآن سننتقل إلى التغييرات التي ستطرأ على اللعبة من حيث الأيقونة الخاصة باللعبة والخلفية وغير ذلك من الأمور هذا كل شيء شباب عرضنا عليكم تسريبات التي بحوزتنا وهذه التسريبات تظل يعني تسريبات غير مؤكدة 100% لكن المؤكد هو أن شخصية لوفي في الجير 5 هي الشخصية القادمة إن شاء الله هذا كل شيء يا شباب أتمنى إذا أعجبكم المقطع أن تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بخصوص وانبيس والوذاء